مصر تؤكد ضرورة استمرار المانحين الدوليين في تقديم الدعم اللازم لوكالة الأنروا وترفض العقابة الجماعية للفلسطينيين حركة حماس تعلن أنها ستدرس مقترخة باريس لوقف إطلاق النار وتشكر القاهرة على جهودها في هذا الصدد والقوى الوطنية الفلسطينية تدعو إلى الإضراب والنفير العام في مدينة جينين بضفة بعد اغتيال ثلاثة فلسطينيين على أيدي الاحتلال الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرانج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم أكد وزير الخارجية سمح شكري الدورة الهام الذي تطلع به وكالة الأنروا في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين والدورة الأساسية في تقديم المأوى والمساعدات لسكان غزة وخلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره نيوزيلندي أكد شكري ضرورة سمرار المانحين الدوليين بما في ذلك نيوزيلندا في تقديم الدعم اللازم للوكالة والنائع عن تبني قرارات بتعليق تمويل في خضم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الاتصال جاء في إطار حرص الوزيرين على التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين وأكد الوزيران أهمية الفرص المتاحة للدفع بمصاري العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي لأفاق أوسع ترجمة نانسي قنقر لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنرع وأعلن المتحدث باسم جوتاريش أن الأمين العام للمنظمة الدولية سوف يشدد في اجتماعه مع المانحين خاصة أولئك الذين علقوا مساهمتهم على ضرورة استمرار عمليات الوكالة أشار المتحدث إلى أن أي موظف بالوكالة متورط في عمل إرهابي سيحاسب بما في ذلك عبر ملاحقات جنائية إلى ذلك يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في غزة ضمن البلد المتعلق بالوضع في الشرق الأوسط وستقدم كبيرة منسيق الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريت كاغ ستقدم إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في القطاع كما يعقد المجلس غدا الأربعاء جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل من أجل منع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة وذلك بناء على طلب الجزائر في سيقنا متصل حذرت تسع منظمات إغاثة في رسالة مشتركة حذرت من أن تعليق تمويل وكالة الأنروا يهدد حياة الفلسطينيين في غزة والمنطقة وأعربت المنظمات عن قلقها وغضبها من التحدي بعض أكبر المنحين لتعليق تمويل الأنروا وأضافت أن تعليق تمويل الأنروا يؤثر على المساعدات التي يمكن وصفها بالمنقذة لحياة أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة وحست رسالة المنظمات الدول المنحة على إعادة تفعيل دعمها للعمل الهام للأنروا وشركائها لمساعدة الفلسطينيين هذا وعلقت الولايات المتحدة وكندا واستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا واليابان والنمسا ورومانيا ونيوزيلندا علقوا جميعا تمويلهم للأنروا على خلفية اتهامات إسرائيلية لاثنى عشر موظفا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية تعليق كل عمليات تمويل الإضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا حتى نهاية شهر فبراير القادم وذكرت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر وأن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية سوف تستمر بلا هوادة من خلال المنظمات الشريكة وأضافت المفوضية أنه في الوقت الحالي لا يتوقع الاتحاد الأوروبي صرف أي تمويل إضافي للأنروا حتى نهاية شهر فبراير المقبل في حين ستحدد المفوضية الأوروبية قرارات التمويل المقبلة للأنروا في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي صدرت في الرابع والعشرين من يناير الجاري والمتعلقة بتورط بعض موظفي الأنروا في هجمات السابع من أكتوبر أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن تقديره لدور مصر وموقفها المتطابق مع موقف الشعب الفلسطيني ومقاومته برفض وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود مصر مع قطاع غزة وإفشال مخطط تهجير الشعب الفلسطيني أكد هنية تقديره لدور مصر وقتر في السعي للتوصل لتفاقي وقف إطلاق النار وهو وقف مستدام في غزة عن طريق إنهاء العدوان الإسرائيلي لافتا إلى أن الحركة تدرس مقترحا لوقف إطلاق النار اطلقته بعد اجتماع باريس مؤكدا أنه سيزور القاهرة لبحث المقترح أكد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير أن أي صفقة مع حماس حالة تمت ستسقط حكومة نيتانياه وقال بن غفير عبر حسابه على منصة X إن أي صفقة وصفها بغير الشرعية ستؤدي إلى حل الحكومة بإشارة إلى الأنباء التي تتحدث عن تقدم بالمفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى محتملة أفادت شبكة MPC الأمريكية بالتوصل لاتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل ونقلت الشبكة عن مصادرها أن الاتفاق يشمل وقفا تدريجيا لإطلاق النار في قطاع غزة مع تعزيز إصال المساعدة الإنسانية للمدنيين مرحلة جديدة دخلتها صفقة تبادل المقترحة بين إسرائيل وحركة حماس بعد تسرب معلومات عن اتفاق مفاوضين من الولايات المتحدة ومصر وقطر إلى جانب مسؤولين إسرائيليين في باريس على إطار لها يتضمن هدنة في حرب غزة وفيما قالت قطر إنها ستعرض على حماس الصفقة المقترحة أعلنت إسرائيل تحفظها على شروط واردة فيها ما يوحي بأن الأيام المقبلة ستشهد تسارعا لجهود حل العقد الأخيرة التي تملع اكتمالها جاءت هذه التطورات بعدما أوردت شبكة NBC الأمريكية أن اجتماع باريس أول أمس شهد الاتفاق على إطار عمل لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين ونقلت الشبكة عن مصدر أمريكي مطلع أن الاتفاق يشمل وقفا تدريجيا لإطلاق النار في غزة أو هدنة تصل إلى 45 يوما وإيصال المساعدات لسكان القطاع وإطلاق سراحي أسرى فلسطينيين وأضافت أن الإطار الذي توصل إليه مفاوض الدول الأربع يشمل إطلاق المحتجزين الأمريكيين والإسرائيليين المتبقين في غزة على مراحل والبدء بالنساء والأطفال وأشرت إلى أن المرحلة الأولى تنص على الإفراج عن 35 محتجزا لدى حماس وزير الخارجية القطري إحمن الثاني الذي التقى بواشنطن أمس نظيره الأمريكي أنتوني بلانكين قال إنه سيتم عرض مقترح على حماس لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح المحتجزين فيما قالت الحركة على لسان أحد قياديها إنها ستتعامل مع أي مبادرة بجدية متمسكا في الوقت نفسه بضرورة أن تفضي أي ترتيبات إلى إنهاء العدوان أهلا بكم من جديد أكد وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون أن لندن تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأكيدا ضرورة إظهار تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين للشعب الفلسطيني أوضح كاميرون أن لندن تنظر مع حلفائها بمسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية لما في ذلك في الأمم المتحدة وللمزيد ينضم لنا هاتفيا الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية دكتور طارق بعد التحية يعني هي جهود جديدة تضاف إلى أجندة الجهود المصرية فيما يتعلق بالأوضاع في غزة هذه المرة لإثناء الدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا عن تعليقهم لتمويل هذه المنظمة حفاظا على أرواح الفلسطينيين كيف تنظر إلى هذه الجهود هذه المرة؟ يعني أتصور أن هذه الجهود مكثفة تواصلا لهذا الوقف إطلاق النار لإنهاء هذه المأساة الإنسانية يعني كل الجهود بتتحرك في كل المسارات وعلى كل المستويات من أجل تحقيق هذا الهدف وأتصور أن الدولة المصرية كانت حاسمة واضحة في هذا الاتجاه وهذا الخصوص ووضعت ذلك الجهود الدبلوماسي والأمني والإعلامي في كل تلك المسارات أما بالنسبة لذلك التحرك الأخير أتصور أنه أيضا تحرك من أجل تحقيق ليس فقط يعني عودة الأسرة وإنما أيضا تحقيق هذا الوقف الوقف الشامل لإطلاق النار كما يعني استمعنا منذ قليل للجانب البريطاني نعم حركة حماس فيما يتعلق إذا كنت تقصد ذلك دكتور طارق ما يتعلق بالهدنة أو الاتفاق الذي وفقت عليه حركة حماس وشكرت بدورها الدور المصري ولكن كنت أتحدث تحديدا عن الدور المصري فيما يتعلق بإثناء الدول المانحة للأنروا نعم هذا الدور المصري واضح وحاسن لأن كان من المفروض أن لا تتوقف هذه المساعدات إتجابة للقرار التاريخي لمحتمة العدل الدولية التي أكدت على وجوب تدفق هذه المساعدات وليس تجميد هذه المساعدات وكان من المفروض أن يكون هناك إن كان وجه لهذه الاعتراضات وهذه الاتهامات التي لا أساس لها أن يكون هناك ثمت تحقيق وبعد التحقيق يتم التوصل إلى فصل الموظفين الذين يتهمون بانتمائهم إلى هذه حركات المقاومة أو حماس وبالفعل قامت الأنروا بهذا الفصل ورغم ذلك حدث التجميد فهذه يعني مؤذرة ممنهجة لهذا الحصار وهذا العدوان الغاشم من الجانب الإسرائيلي على إذن كيف ترى دكتور طارق هذا الطرح الإسرائيلي لأزمة الأنروا في هذا الوقت تحديدا يعني هل هي لعبة سياسية داخلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي أم مزيد من التنكيل بشعب الفلسطين هو مزيد من التنكيل وخطة ممنهجة لمزيد من التجويع والحصار وحرب جديدة يعني لم يكتفوا فقط بهذه القنابل والمنازل التي محيت وأسماء العائلات التي شطبت من سجلات المدنية وإنما أيضا بجانب هذه الحرب وحرب الإبادة مزيد من التجويع والحصار ووقف المساعدات وأمر يتعارض مع قرار محكمة العبل الدولية التي أكدت على إسرائيل أن تتخذ التدابير التي من شأنها أن تتضفق المساعدات لكن هذه المرة ليست إسرائيل وإنما هذه الدول الداعمة لإسرائيل سياسيا وإعلاميا تتخذ مثل هذه الإجراءات لإحكام الحصار على أهلين المدنيين العزل في غد ننتقل إلى نقطة أخرى وهي الطرح الفرنسي الجديد لصفقة التهدئة وإن كانت الملامح غير واضحة بعد هل هذا دليل على دخول لعبين دوليين جدد لمحاولة إنهاء العدوان؟ يعني أنا أتصور الآن أن الكل يريد أن يشارك ويقول أنه له دور وإسهام في هذه القضية المركزية باعتبارها هي قضية القضايا وتصدرت على أولوية اهتمامات العالم وتوارد قضايا كبرى لم نعد نسمع عن أوكرانيا لم نعد نسمع عن تاين هناك مشاكل وقضايا كبيرة تورط وبقي في رأس الأولويات وعلى قمة الأجندة العالمية هذه القضية ولكن يعني هم يراوغون الكل يراوغ يعني الكل يتحدث عن حل الدولتين ولكن أين الصيغة التنفيذية وأين الجداول الزمنية وأين الآليات التي تضمن تحقيق هذا الحل نعم يعني ما زلنا نبحث عن الصيغة التنفيذية لكل المبادرات كما أشارت ضيفي الكريمة الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك موسيقى 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 هذا سلسال 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 يا رب انفعلنا يا رب هذا فرنا إن شاء الله سنخرجهم من أرضينا غصبا عنهم اصحاب وقوية اصحاب أرض اصحاب وطن وعن الوضع الميدني في قطاع غزة قال المتحدث باسم السلطات الصحية في غزة الشرف القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني على التولي مشيرا إلى نفاذ الطعام من التواقم والجرح والنزحين في المجمع وأضاف القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي يضع 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف وأكد القدرة أن الموالدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود كما أن هناك تراكما للنفايات في أقسام وساحات مجمع الناصر الطبي ويرفض الاحتلال السماحة لنقلها للخارج هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 26751 فلسطينيا بالإضافة إلى 65636 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي أعلنت السلطات الفلسطينية عن دفن جثامين مئة شهيد بمقبرة جماعية في مدينة رفح كانت قوات الاحتلال قد سرقتها من مناطق متفرقة من قطاع غزة وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن السلطات الفلسطينية تسلمت الجثامين عبر معبري كرم أبو سالم لشهداء وموتى مجهولي الهوية بعضها كان متحللا وأظهرت معينة بعض الجثامين سرقة الاحتلال أعضاء منها هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة والذي ترتكب فيه قواته المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ويركز جيش الاحتلال هجماته خلال الفترة الأخيرة على مناطق جنوب قطاع غزة لا سيما في خان يونس بالإضافة إلى مناطق وسط القطاع نحو أربعة أشهر على بداية الأزمة والعدوان الإسرائيلي على غزة يتواصل بلا هوادة في ظل أزمة إنسانية طحنة يعاني منها الفلسطينيون في القطاع في خان يونس جنوبي قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال جرائمه في المدينة التي أكد المتحدث باسمه أن العمليات تركزت فيها خلال الأسابيع الأخيرة حيث تواصل القصف العنيف على مناطق مختلفة فيها وتم استهداف مسجد الفاروق الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل جيش الاحتلال قصفه العنيف لمحيط مستشفيي ناصر والأمل في جرائم جديدة تضاف لسجل جرائمه الحافل كما وصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة وشنت كذلك غارات عدة على مدينة رفح جنوبي القطاع تتزامن الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين مع أزمة تشهدها وكالة الأنروا بعدما اتهمت إسرائيل لأثنى عشر من موظفيها البالغ عددهم ثلاثين ألفا بالتورط في هجوم السابع من أكتوبر فيما زعم تقرير للموساد بأن مائة وتسعين من موظفي الأنروا ينتمون لفصائل فلسطينية وبعد الاتهامات التي وجهت إلى الأنروا قررت أكثر من عشر دول منحة بينها الولايات المتحدة وكندا وألمانيا تعليق تمويلها للوكالة في انتظار توضيح لهذه المزاعم من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش الحاجة إلى استمرار تقديم الدعم للأنروا لمواصلة دورها الإنسانية مشددا على ضرورة تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين في قطاع غزة ويكتمع جوتيرش مع المانحين للأنروا لإقناعهم بمواصلة دعم الوكالة في خضم الأزمة الجارية وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وبسبب هذه الأزمة أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايك الفخري أن المجاعة أصبحت أمرا لا مفر منه في غزة دعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى الإضراب والنفير العام في مدينة جينين بعد اغتيال ثلاثة شبان كانت قوات خاصة إسرائيلية من المساربين قد اغتالت صباح اليوم ثلاثة فلسطينيين من بينهم شقيقان داخل مستشفى بن السينة في مدينة جينين بالضفط الغربية زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أحد المستهدفين كان يشتبه بأنه يخطط لهجوم وشيك مشابه لهجوم السابع من أكتوبر رغم أن أحدهم كان يتلقى العلاجة في المستشفى منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي فيما نعت حركة حماس استشهاد شبان من عناصرها واعتبرت الحركة أن إقدام الاحتلال على إعدام ثلاثة معطنين بالرصاص داخل مستشفى وأحدهم على سرير المرض يعد جريمة حرب متكاملة الأركان هذا وقد أعاد مشهد اغتيال الشبان السلاسة في مدينة جينين الدور الإجرامي والقتل الممنهج الذي تمارسه قوات خاصة إسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وعلى مدار السنوات الماضية نفذ المستعربون عدة عمليات اغتيال تركزت في محافظات جينين وطولكرم ونبلس وغيرها من المحافظات متنكرين بالزي المدني في أغلب الأحيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر استقبل مطار العريش طائرتين قطريتين على متنهما نحو أربعين طن من المواد الإغاثية والإنسانية وقامت فرق متطوعي الهلل الأحمر المصري بتفريغ حمولة طائرتين تمهيدا لنقلها عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة لإغاثة الأشق الفلسطينيين هذا وتوصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البري لإدخال شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية لدعم الأشق الفلسطينيين وشهد معبر رفح البري دخول أكثر من مائتي شاحنة لمنفذي العوجة وكرم أبو سالم بالإضافة لست شاحنات وقود فضلا عن استقبال الجرحة والمصابين ومزدوجي الجنسية كما شهد المعبر اصطفاف عدد كبير من شاحنات المساعدات التي تم تجهيزها بمخازن الهلال الأحمر المصري تمهيدا لدخولها إلى معبر رفح المزيد حول المساعدات التي تقدمها مصر عبر معبر رفح يطلعن عليها أزميل محمود جميل لمراسلات تلفزيون المصرية بعد التحية لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة في إدخال المساعدات الإنسانية من أمام معبر رفح البري وأيضا استقبال الجرحة والمصابين ربما اليوم لحظنا حركة كبيرة من الشاحنات التي تم تجهيزها وإرسالها إلى معبر رفح هذه الشاحنات رأيناها مصطفى على جانبي الطريق قبل الدخول إلى معبر رفح مباشرة ربما هذا ما كنا نتحدث عنه عن التجهيز الذي يتم داخل مركز الخدمات اللوجستية لالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش واستقبال العديد من المساعدات التي يتم تجهيزها أما عن حركة الشاحنات اليوم أمام معبر رفح البري نتحدث عن دخول 157 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم الذي لازال يواصل العمل على اليوم الثاني على التوالي بعد توقفه عدة أيام بسبب المظاهرات الخاصة بالمستوطنين الإسرائيليين بالإضافة إلى دخول 59 شاحنة إلى منفذ العوجة كل هذه الشاحنات بها عدد كبير من المواد الجذائية والمستوطنين الطبية وربما نتابع في هذه اللحظة خروج هذه الشاحنات التي أفرغت حمولتها بالفعل داخل المنفذين المختلفين سواء كرم أبو سالم أو العوجة كل هذه الشاحنات عادت بعد إجراءات التفتيش وبعد وصولها إلى الجانب الفلسطيني وتفريغ هذه الحمولة الكبيرة بالإضافة إلى عدد الشاحنات الموجودة أمام معبر رفح للدخول ربما اليوم أو غدا هذا أيضا بالإضافة إلى الاستمرار في دخول شاحنات الوقود نتحدث اليوم عن دخول 6 شاحنات وقود 4 شاحنات لألغاز وشاحنتين للسولار ولازالت كل هذه الشاحنات تواصل الخروج تباعد بعد تفريغ الأطنان المختلفة من المساعدات الإنسانية كما أيضا يستقبل المعبر ولازال في المصابين والجرحة مصر لم تهلق بوابة معبر رفح إطلاقا منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة نتحدث حتى هذه اللعظة استقبال أكثر من 20 مصاب بالإضافة إلى أكثر من 30 مرافق فنزال المجهود المصري يقدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين ولن يتوقف حتى الوصول بالجهود السياسية المصرية إلى وقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة وإنفاذ كل المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة حذرت الصين من دوامة انتقام في منطقة الشرق الأوسط دعية إلى الهدوء وضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد والتوتر الإقليمي يأتي ذلك بعدما تعهدت الولايات المتحدة بالرد على هجوم بطائرة مسيرة أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين مع كل يوم يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتزايد تعمق منطقة الشرق الأوسط في حالة التوتر وعدم الاستقرار ومع امتداد رقعة الصراع في المنطقة أفادت مصادر سوريا بمقتل ثمانية أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف أحد المباني في منطقة السيدة زينب قرب العاصمة السورية دمشق القصف الإسرائيلي يأتي بعد حادث هو الأول من نوعه الذي يقتل فيه جنود أمريكيون في المنطقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من أربعين شخصا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة البرج 22 الواقعة على الحدود السورية الأردنية وتضم نحو 350 عسكريا من سلاحي البر والجو الأمريكيين الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية المعنية بتنفيذ مهام دعم لقوات التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي أثار غضبا كبيرا داخل الولايات المتحدة وتساؤلات حول أسباب فشل الدفاعة الأمريكية في تحييد المسيرة المعادية التي تسببت في الحادث وبعد توسع دائرة الصراع في المنطقة نحو جنوب البحر الأحمر والداخل السوري ومنطقة الحدود السورية الأردنية باتت الأنظار متجهة إلى شمال الأراضي المحتلة حيث هددت إسرائيل بتحرك قريب على ساحة المواجهة مع حزب الله في جنوب لبنان بينما تراوح اقتراحات الهدنة في غزة مكانها دون جديد الجبهة الشمالية تبدو مرشحة بقوة لجذب التوتر بعد أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف جالانت أن الجيش الإسرائيلي سيتحرك قريبا جدا عند الحدود مع لبنان حيث تتبادل القوات الإسرائيلية القصف يوميا مع حزب الله ما ينذر بطول أمد التوتر في المنطقة برمتها أعلن وزير الخارجي البريطاني ديفيد كاميرون فرد عقوبات بحق سبعة أفراد مرتبطين بإيران لاتهمهم بإصدار تهديدات بقتل أشخاص في المملكة المتحدة وفي كلمتي في لندن قال وزير الخارجي البريطاني إن العقوبات تشمل تجميد أصول وحذر صفر بحق الأفراد والمنظمة لقد أصدرنا عقوبات بحق سبعة أفراد ومنظمة واحدة مرتبطة بإيران لأنهم أصدروا تهديدات بقتل أفراد هنا فهذا غير مقبول على الإطلاق ولهذا السبب تحرقنا العقوبات تشمل تجميد أصول وحذر صفر وتأتي بالإضافة إلى أربعمائة فرد مرتبطين بإيران أصدرنا عقوبات بحقهم في الماضي ونبقى في الشأن الإيراني حيث أعلنت البحرية الهندية تحرير مركب إيراني للصيد خطفه قراصنة صومليون في ثاني عملية من نوعها خلال يومين وأظهرت صور نشرتها البحرية الهندية عناصر من القوات الخاصة يصعدون على متن مركب الصيد ليلا فيما ظهروا لاحقا مسلحين بالبنادق وهم يقفون أمام مجموعة من القراصنة الصومليين الذين ظهروا أمامهم على المركب وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم تمت عملية الإنقاذ ليلة الاثنين قبالة السواحل الصومالية على بعد نحو ثمانمائة وخمسين ميلا بحريا غرب مدينة كوتشيا الهندية ذكرت مسودة نتائج الاجتماع أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيؤكدون مجددا عزمهم على مواصلة تقديم دعم عسكري مستدام وفي الوقت المناسب ويمكن التنبؤ به لأوكرانيا وذلك خلال قمة تعقد الخميس القادم يأتي ذلك بينما صلط مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على الانقسامات الحالية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن استمرار تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ظل إسرار المجر على موقفها المعارض لتقديم حزمة جديدة من المساعدات تصل قيمتها إلى ما يقرب من خمسين مليار يورو ملف المساعدات الأوروبية لأوكرانيا لا يزال محل جدل داخل البيت الأوروبي قد يتطور إلى صدام بين بعض أعضائها صحيفة الجارديان البريطانية كشفت عن انقسامات حالية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن استمرار تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ظل إسرار المجر على موقفها المعارض لتقديم حزمة جديدة من المساعدات تصل قيمتها إلى ما يقرب من خمسين مليار يورو قادة الدول الأعضاء لديهم إحساس متنامن بالغضب من رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بسبب موقفه من مساعدات أوكرانيا خاصة مع تصريحات أحد الدبلوماسيين الأوروبيين التي يصف فيها موقف أوربان بأنه يصب في مصلحة روسيا في المقابل يدرس قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خطة غير معلنة تهدف لإضعاف اقتصاد المجر حال استمرارها في تبني هذا الموقف المعارض لتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا حيث كشفت عن تلك الخطة صحيفة فينانشال تايمز البريطانية تشمل إضعاف العملة المحلية للمجر وتقليص مستوى ثقة المستثمرين في الاقتصاد المجرية في السياق ذاته وفي خطة تستفز موسكو أعلنت الرئاسة البلجيكية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي استعداد الاتحاد لسحب عائدات أموال البنك المركزي الروسي المجمدة وهو ما توفق مع رغبة ممثلي الدول الأعضاء السبع والعشرين بشأن هذا المقترح وبحسب التقديرات يمكن أن تكبد تلك الخطوة روسيا مليارات كل عام لأنه وفقا للمفوضية تم تجميد أكثر من مائتي مليار يورو من البنك المركزي الروسي في الاتحاد الأوروبي أكد سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 35 طائرة مسيرة هجومية وصاروخين موجهين مستهدفة البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية العسكرية بالقرب من خط المواجهة ومناطق أوكرانية أخرى وذكر سلاح الجو الأوكراني أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 15 طائرة من أصل 35 طائرة مسيرة مشيرا إلى أن روسيا أطلقت الصاروخين من أنظمة صاريخ أرض جو بعيدة المدى من طراز S-300 قال وزير الخارجية الروسية سرجايا لفروف إن الغرب بات يدرك أن مشروع أوكرانيا بدأ يصاب بالفشل لفتا إلى أنهم لا يستطيعون توقف عن الدعم وضف لفروف خلال اجتماع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى موسكو أن الولايات المتحدة قامت بتشكيل تحالف مناهض لروسيا يضم 54 دولة يتم من خلاله مساعدة نظام كييف بهدف إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا وأنوها الوزير بأن دول الغربية خصصت أكثر من 200 مليار دولار للدعم العسكري والمالي لأوكرانيا في أقل من عامين أصدرت المحكمة العليا في باكستان قرارا بالسجن عشر سنوات على رئيس الوزراء السابق عمران خان ووزير خارجيته شاه محمود قريشي بتهمة إفشاء أسرار الدولة وأعلن حزب عمران خان أنه سيطعن على حكم سجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عددا من صواريخ كروز باتجاه المياه قبالة ساحلها الغربية في أحدث حلقة من اختبارات الأسلحة التي تجريها بيونج يونج هذا العام ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز التي تحلق في الغلاف الجوي للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية للمرة الثالثة في أقل من أسبوع تعاود كوريا الشمالية إطلاق عدة صواريخ كروز باتجاه المياه قبالة ساحلها الغربية هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قالت أن سول رصدت صواريخ كروز عدة أطلقت نحو البحر الغربي لكوريا الشمالية وأوضحت الهيئة أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تعمل على تحليل عملية الإطلاق بعمق مضيفة أن جيشها يتعاون على نحو وثيق مع الولايات المتحدة ويعزز في الوقت نفسه المراقبة واليقضاء ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز التي تحلق في الغلاف الجوي للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية وهذا خلافا للصواريخ الباليستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء يأتي الإطلاق وسط تصعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية وفي أعقاب وابل آخر من صواريخ كروز أطلقته بيونج يونج قبالة ساحلها الشرقي مؤخرا حيث كانت قد أطلقت أيضا صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر قائلة إن الأمر يتعلق بجيل جديد من المقذوفات كما أجرت في وقت سابق اختبار آخر وفقا لما أعلنته سول ترجمة نانسي قنقر ومن أخبار الاقتصاد كشفت شركة أرامك السعودية أنه طلب منها تقليل طاقتها القصوى المخططة لإنتاج النفط المستدام إلى 12 مليون برميل انخفاضا من 13 مليون برميل يوميا وأفادت شركة النفط الحكومية في المملكة أنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة بالحفاظ على طاقتها القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا وعدم الاستمرار في زيادتها إلى 13 مليون برميل يوميا ارتفعت أسعار الشحن الجوي العالمية للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع إذا دفعت الهجمات على سفن شحن في البحر الأحمر الشركات إلى اللجوء لتأمين شحن جوي أعلى كلفة قالت وكالة بيانات الأسعار تي سي أندكس إن مؤشر البلطيق لشحن الجوية الذي يظهر معادلات المعاملات الأسبوعية للشحن العام عبر عدد من الطرق ارتفع بنسبة 6.4% في الأسبوع حتى أمس الأثنين ليعكس الانخفاضات منذ الظروة الموسمية في منتصف ديسمبر أغلق المزارعون الغاضبون الطرق السريعة في جميع أنحاء فرنسا بهدف فرض حصار على باريس ويطالب المزارعون بتحسين ظروف عملهم وحمايتهم مما يقولون إنها منافسة غير عادلة مع نظرائهم في الدول الأوروبية الأخرى مسار جديد اتخذه المزارعون الغاضبون في فرنسا مع إعلانهم فرض حصار على العاصمة باريس وسط مخوف من أسبوع ينظر بالمخاطر بين المزارعين وقوات الأمن نقابات المزارعين في فرنسا أعلنت عزمها نصب ثمانية حواجز على الطريق السريع الرئيسي من أجل فرض حصار على العاصمة لأجل غير مسمى ولكي تحول لدون حدوث تجاوزات أعلنت الحكومة الفرنسية تعبئة 15 ألف عنصر من الشرطة من بينها نشر قوات إنفاذ القانون ومدرعات الدرك على أطراف رانجس أكبر سوق للمنتجات الطازقة في البلاد جنوبية باريس وطلب وزير الداخلية جيرالد دعملل من الشرطة إظهار الاعتدال المطلوب وعدم التدخل في نقاط الإغلاق وأوضحنا الرئيس مانويل ماكرون أعطى تعليمات من أجل ضمان عدم توجه القرارات إلى باريس والمدن الكبرى حتى لا تتسبب في صعوبات كبيرة وظهر غضب المزارعين لأول مرة في ديسمبر ويناير في ألمانيا مع أغلاق الطرق السريعة ومسيرات القرارات قبل أن ينتقل إلى نضرائهم في فرنسا ورومانيا وبولندا وحتى بلجيكا وفي حين تسببت عشرات القرارات في طباط حركة السير على طريق سريع في جنوب بلجيكا أغلق المزارعون في ألمانيا العديد من الموانئ بينها ميناء هامبورغ وهو الأكبر في البلاد إلى أن حصار باريس تردد صداه باعتباره علامة فارقة جديدة للتعبئة في أوروبا وأدت الأحداث المناخية القاسية وأنفلونزا الطيور وارتفاع أسعار الوقود وتدفق المنتجات الأوكرانية المعفى من الرسوم الجمركية إلى تنامي الصخط بين المزارعين وسهمت السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة الجديدة التي عززت الأهداف البيئية الملزمة منذ عام 2023 وقانون المثاق الأخضر الأوروبي وإن لم يدخل حيزة تنفيذ بعد بشكل خاص في إثارة الغضب وإذ كانت فرنسا المستفيدة الأول من الإعانات الزراعية الأوروبية التي تجاوزت قيمتها 9 مليارات يورو سنويا إلى أن مزارعيها نددوا بالسياسة الزراعية المشتركة معتبرين بأنها منفصلة عن الواقع ويندد المزارعون الأوروبيون بالمنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة التي لا تغضع للمعايير نفسها نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتح السيسي ألقت وزيرة التعاون الدولي رنيا المشاط كلمة مصر أمام القمة الإيطالية الإفريقية أكدت خلالها إسهم مصر في جهود تنفيذ تطلعات القارة الإفريقية التنموية سواء على المستوى الثنائي أو من خلال رئاسة الكيانات والأجهزة التابعة للاتحاد الإفريقي أضفت المشاط أن حجم التحديات التي تواجه قارة إفريقيا تتزايد بسبب تأسرها بالأحداث العالمية وذلك في ظل معاناة 20% من سكان إفريقيا من نقص الأمن الغذائي وفقاً لمنظمة الأغذية العالمية مشيرة إلى أن إحصاءات البنك الدولي تؤكد احتياج القارة الإفريقية لما يقرب من 100 مليار دولار سنوياً لسد الفجوة التمولية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تحفيز الاستثمار في مجال توطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية نظراً لكونه مجالاً مهماً تعتمد عليه العديد من الصناعات الحيوية وخلال اجتماعاً بشأن تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية أشار مدبولي إلى أهمية خلق البيئة الملائمة لتلك الصناعة مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتوافرة في هذا المجال هذا ووجه مدبولي بوضع خطة مقترحة بخطوات تنفيذية محددة حول كيفية التحرك في هذا الصدد تمهيداً لعرضها على المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية عند تشكيله مؤكداً أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لوضع تلك الخطة مع الاستفادة من إمكانيات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في هذا الشأن تبع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الإجراءات التي يتم اتخذها لحوكمات المنظومة الضريبية لسيما سرعة إنهاء المنازعة الضريبية وخلال الاجتماع تم تأكيد على أن المنظومة الضريبية المميكانة تساعد على سرعة تحصيل الدرائب وإنهاء المنازعات الضريبية فضلا عن تسريع إجراءات الفحص الضريبية وخلال اللقاء شرحت رئيس مصلحة الدرائب بصورة تفصيلية شرحت الإجراءات التي اتخذتها المصلحة لتطوير العمل بالمنظومة الضريبية والتي من بينها تحديث قاعدة بيانات القضايا الضريبية بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء المنازعات الضريبية استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق المولا رئيس شركة أدس القابضة لخدمات الحفر محمد فاروق وهي الشركة الفائزة بأول مزايدة عالمية من نوعها للحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية والتي تحتوي على كميات من الزيت الخام وأكد المولا أن طرح مثل هذه المزايدات يأتي في ضوء اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول التي تتطلب استخدام أحدث الطرق التكنولوجية والتمويل لاستخراج هذه الكميات الموجودة بالآبار أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا معلوماتيا تناول خلاله الدور الكبير الذي تلعبه صناعة طيران العالمية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي أشر المركز إلى أنه على الرغم من هذا الدور فإن استهلاك صناعة طيران العالمية للطاقة حظي بالاهتمام بسبب العواقب البيئية لاحقة لافتا إلا أن قطاع طيران يسهم بنحو 2% من انبعثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في ظل تعافي الطلب على الصفر الدولي في آقاب جائحة كورونا تواصلت فعليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخمسة والخمسين وسط إقبال جماهري كبير تأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة وتقام فعلياتها حتى السادس من فبراير المقبل بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب وقعت مصر وفنزويلا بروتوكول تعاون في المجالات الثقافية بهدف زيادة التبادل الثقافي وتبادل الفعاليات الثقافية فيما بينهما وعلنت وزيرة أسقافة نيفيني الكلاني خلال مراسم توقيع البروتوكول بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أنه تم اختيار مصر كدولة ضيف شرف الدورة القادمة لمعرض فنزويلا الدولي للكتاب عام 2025 للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من معرض الكتاب الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري جرمين ندعيني في أجواء المعرض ومدى الإقبال من القارئين ومحبي الثقافة في الذهاب إليها نعم بعد التحية نتابع معكم من داخل مركز مصر للمعارض الدولية والمؤتمرات فعليات اليوم السادس من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين هذه النسخة التي انطلقت تحت شعار نصنع المعرفة ونصون الكلمة وتحل فيها النرويج كضيف شرف للمعرض هذا العام وذلك في إطار التأكيد على أهمية التشارق مع ثقافة شمال أوروبا إذا تحدثنا عن تفاصيل أكتر عن هذا المعرض فهو يقام بمشاركة وساعة من العرضين في هذه النسخة يتشاركون في العرض على مساحة تصل 80 ألف متر مربع في خمس صلاة عرض بيصل عدد نشرين لأكثر من 1200 نشر من 70 دولة حول العالم مما يعقص طبعا الحرص الكبير من نشرين على التواجد في هذا المعرض أيضا هناك تسهيلات كبيرة بتقدم من إدارة المعرض للزائرين هذا العام كإطلاق ووجود المنصة الرقمية والتي يستطيع من خلالها الزائر ومن خلالها الزائر أن يقوم بحجز تذاكر المعرض أو أيضا أن يقوم بشراء أي كتاب من المعرضات وعلى أن يتم إصال هذا الكتاب لي عن طريق البريد المصري هو ما يعكس التسهيلات التي تقدم للزائرين سواء بالتواجد خارج داخل المعرض أو حتى في خارج المعرض أيضا هناك تسهيلات بتقدم كوجود مسارات لكبار السن وذوي القدرات الخاصة وأماكن للإصطراحات والجلوس وأيضا خطوط أوتوبيسات تتحرك بشكل مستمر من وإلى المعرض من مختلف أنحاء القاهرة تسهيلا على المواطن جرمين ماذا عن الفعاليات الخاصة بالطفل؟ هو الفعاليات الثقافية التي تكون في المعرض والتي تقوم بنتحدث عن أكثر من 500 فعالية ثقافية في سبع قاعات بتستمر على مدار أيام المعرض أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو نعم أشكرك جرمين إبراهيم مرسلة تلفزيون المصرية على هذه الرؤية حول معرض القاهرة الدولية للكتاب نظمت جمعية الأرمان بكفر الشيخ تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي نظمت معرضا لتوزيع الأثاث المنزلي بقرية أبو عوض مركز سيدي سالم وذلك لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا ويتم توزيع الأجهزة المنزلية بالمجان وفقا لاحتياج الأسر والحالات المستحقة والتي يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مدرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة المبادرة النهاردة بتستهدف خمس كورا في مركز سيدي سالم بمعرض أساس تحت مظلة التحالف الوطني وجمعية الأرمان عدد المستفيدين من المعرض من 150 إلى 170 أسرة أجهزة كهربائية ووضنهم حجرات صفرة والسالون وأنطيريات وبطاطين والحفا ومراتب والمبادرة دي مش أول مبادرة نعملة احنا عملنا حوالي في 80 يوم فاتوا أو 3 شهور 26 معرض أساس استفاد منه 3900 أسرة وممكن يزيد في محافظة كفر الشيخ نفذنا 24 معرض ملابس في خلال 3 شهور اللي فاتوا برضو وزعنا 97 ألف قطعة ملابس ويزيد لكل معرض كان بيستفاد منه من 350 ل400 أسرة ويزيد حاجة لسرير ولا دلاب ولا أي حاجة من الحاجات زي بشكر جماعية الأرمان أعطت لنا بطانية فرشت لنا بيت بشكر جماعية الأرمان لسعادتنا وجابت لنا فرش أنا جيت النهاردة أخذ أساس لبيته وبشكر كل الساعدني في الجامعية بشكر جماعية الأرمان والتحالف الوطني وجماع المشتركين وجماع من ساهم أن الحياة تتوصل للناس الغلامة انتهت أخبارنا وهذه تذكرة بالعنوين مصر تؤكد ضرورة سمرار المانحين دوليين في تقديم الدعم اللازم لوكالة الأونروا وترفض العقابة الجماعية للفلسطينيين حركة حماس ستعلن أنها ستدرس مقترح بريس لوقف إطلاق النار وتشكر القاهرة على جهودها في هذا الصدد القوى الوطنية الفلسطينية تدعو إلى الإدراب والنفير العام في مدينة جنين بالضفة الغربية بعد اغتيال سلاسة فلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي نهاية نشرة أسالي سأتتكم من على شاشة التلفزيون المصري دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة